طيب يمكن الخبر اللي أنه بغن نتكلم عنه وتأجيل أو مطالبة النصر بتأجيل مباراة الديربي مع الهلال خلينا نأخذ على هذا الموضوع مباشرة لأستاذ عبدالله مؤمنة وهو رئيس لجنة المسابقات أول شيء مساكنا بخير أستاذ عبدالله شكرا على تجاوبك معنا وأسألك مباشرة هذا الخبر موجود حقيقي ولا إشاعة ولا كيف نتعطاه مساكنا الله بالخير وبالخير أنا الزملة معك في الستوديو أنا ما يعرفين معك بس باللغم التحية جميعا طبعا أنا طرأت ممكن نفس الأمر على هذا الخبر حيث أن نكون في الزميلة الصحيفة الجزيرة حقيقة هذا الخبر يعني ما ذكره نصفا غير صحيح النصر من يطلب أبدا تأجيل مباراة الديربي كل ما في الأمر يعني عشان أوضح الصورة حتى الأخوان الرأي العام والأخوان في السلع الرياضي أنه لا نجير مشارشة سويا لا هي عندك الهلال والانتحاد والأهل والنصر طبعا كيف من بينهم الهلال والتحاطر بتأجيل الجولة رقم 23 جميل جدا وهذه الجولة المناسبة يعني ليس من مباراة العلال والنصر الثمام يعني طبعا نحن كان لدينا تواصل مع جميع الأندياء تواصلنا مع المصور تواصلنا مع الأهلي الاكتمار السولة قبل اتخاذ القرار لكن طلب تأجيل مباراة العلال لم يذكر ولم يشير لي الطراب النصره وتمامه طبعا خلينا أبني على افتراض يعني أنه لو حصل هذا الموضوع كيف يكون موقف اللجنة؟ الكل يعني أستاذ عبدالله جالسيبني لأنه النصر هيخسر خدمات بعض نجومة فالكل جالسيبني على هذا المعطيات انت كيف لو حصل هذا الموضوع؟ جاك طلب من النصر ويأجل السؤال سؤال جميل جدا شوفيا أستاذي يعني للمعلومية حتى تواصلنا مع الأندياء بشكل دائم ويمكن بالذات الفترة الأخيرة والبطولات والمشاركات الخارجية يعني يمكن شي بيومي اليوم لو تشوف جوالي أنا تفكيز تلاقي نائب رئيس الهلال رئيس الأهلي يعني الجميع في تواصل الفترة هذه بذلك أنا عندي مكاة الفترة الجاية يمكنني عندي اجتماع يوم الأحد عشان موضوع البطولة العربية انت عارف الجدول مليان جدا عندي بطولة الدوري حريصين كل الحرص انه الحفاظ على الحقوق الأندياء جميعا بما يضمن المنافذة الشريفة والإهارة والسنظيم هذا حق لجميع الأندياء وحنفعش معهم جميعا هذا واحد هذا ثابت لن نختلف عليها ثاني حاجة عندنا اجتماعات متتالية حتكون ثلال ورشد عمل حتى حيكون مع الأندياء المتاركة خارجيا أسان نرسب ما تبقى من الموسم الموسم عندي مضغوط جدا عندي بطولة عربية عندي كأس مولاي خادم الحرمين دور 8 ودور 4 وعندي المتاركة البطولات الأكتوية فلو حصل سألت الإسراءة بأرض عليه احنا كان عندنا تطور لو استفقى في الأندياء الأربعة لأنه جانا خصائب من نادي جلال ومن نادي الاتباحات تأجيل الجولة 23 إذا اكتملت تصورة وهذا الكلام كان قبل سبوعين من الجانب المصراوي والجانب الأهلاوي وهي الأندياء المتاركة أكتوية كنا نفصل أن نقيم دور اللهم صلع عندي دور 8 في كأس مولاي خادم الحرمين الشريفين في 7 مارس وبالتالي هذه الجولة ممكن تروح لنفس الموعد المحدث وهذا كان أمر للنقاش وللاتيخاد الخراوي وليس أمره للنهاية فالتالي كان لنا اتصالات مع جميع الأنبياء وما جلنا يمكن بالتصالات إن شاء الله يمكن إحنا يعني يا أخوان الموسم عندنا موسم لا يتكرر موسم فيه مشاركات المتخبات أكتوية ومشاركات إقليمية ومشاركات أنبياء عربية وصوبر مطرية فموسم مظهور والفترة المتبقية فترة ضئيلة جدا يعني ما عندي إلا لاجمله الدولة في رمضان وعنده أسبوعين في رمضان حيكون فيها حسب الخطة إن شاء الله يسمون لا يخدم الحرب السيحية فنحن مع الجنة ومتواصلين معهم بشكل دائل نشعر برغوات الحاصلة في الأنبياء لكن فيما يحبط العذارة المنافسة وجمال منتجنا الأهم في هذه السنة حيثا وهو كأس جمهوري العهد الأنبياء محمد السلام ما فهمت الجواب سامحني أنا ما فهمت لو جاكم الخطابة الآن من نصر على مستوى تأجيل المباراة بتأجلونها ولا مثلا يرجع مثلا للهلال موافقة للهلال على الموضوع لا أنا معليش يا حبيبي أنا ذكرتلك أنا كان عندي طلب من الهلال أساسا أنا عندي طلب من الهلال بتأجيل الجوله 23 وعندي طلب من ناصم الاتحاد بتأجيل الجوله 23 وهذا الكلام من أسبوعين مضали تم alkal GE جداً إذا اكتملت أنا وضحت إجابات إذا إكتملت لا أتكلم عن الديربي لا أم الشعور الديربي تحديدا. لا 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 الديربي ما جينا طريق تماما. اي انا اسألك عن الديربي بس لانه خبر على الموضوع. ديربي يا استادي لم يتكف لا في الطلب النصراوي ولا الطلب الهلالي ولم يطرح في اي نقاش حوالين تغيير الموعد بارات الهلال والنصر. هذا الامر لم يطرح ولم يناقش من اساسه. كل ما يتعلق بالامر هي اه الجولة من الجولات المتعلقة فيها زحمة في المشاركات الاشتوية. وكنا هندرس الضلب. وهذا شلام في حينه. وزي ما قلت لك احنا عندنا نساء الاستماع الاسواع الجي يتعلق بالبطولة العربية. وكذلك عشان للموعدة النهية الخاصة كأسم ولاي خادم حرمين شريفين ان شاء الله. طب الانحين البطولة العربية البطولة الاسيوية مستوى الهلال. البطولة. انتم هذي تذغطكم عندكم ترتيب لها في القادم. البطولة العربية. الاخوان في البطولة العربية كان يتواصل معايا الاستضرار للشيخ الان قبل شوية. في تاريخ محدد للنهاي. انا نعمل الالية اللي عامل مبارتين بين الاهل والهلال في فترة فصفة اجل. فطلبنا اجتماع. الاجتماع يكون بحضور الناديين في البطولة العربية. وحنشوف. احنا دعمين لنا ديتنا. دعمين لمشاركاتهم. دعمين لموقفهم. اه. والحديثين على الدوري. يعني ما نبغى تغييرات حقيقة. نمكننا على رئيس الاتحاد وتأزيلات. وان شاء الله ربنا نخرج بموسم جميل. يعني يقضي بهذا الدوري ومسمى سيدي سمو لهم. طيب. استاذ عبدالله. احنا تابعنا مثلا جدول المباريات. شفنا المباريات القادمة كلها ستكون على الاستاذ الملك فهد. كذلك نقول ان كل المباريات على الاستاذ. المباريات اللي في الرياض. هتكون على الاستاذ الملك فهد فقط. ما راح يكون في ملعب الأمير فيصل? اه. وصلنا حسب آخر خطاب. احنا بدأنا بنبارة على النبارة نصر الشباب. اه ان شاء الله سيكون في يتواصل مع الهيئات. تواصلنا الان ممكن بشكل دائم. اشكور الأقوان في الهيئة يعني المجودات التي بتتم الحمد لله أنجزنا موضوع ملعب وحسما نهائيا الملعب الملك فهد الخطاب الذي وصلنا للأخير يتعلق الامبارات المصر للشباب هنيتواصل فيما يتعلق بالجولات الأخيرة وإن شاء الله نقول الملعب جاهز ملعب الأمير فيصل إعتبر جاهز ملعب الأمير فيصل جاهز وستاذ الملك فهد جاهز فأنا نلعب الامبارات الأخيرة كانت تتعلق بإستاذ الملك فهد وقيمت عليه اليوم مبارات النصر والشباب حنحاول نشوف كيف الآلية خلال فترة الجاية يوم الأحد إن شاء الله سنعلنها نهاية فيما يتعلق بتنظيم المباراة في المقامة الرياضية الأحد القادم إن شاء الله الأحد القادم يعلن هي حتكون على ملعبنا بالفياصر والأستاذ لا الأحد القادم إن شاء الله زي ما أقول لك نحن بالنسبة لنا وصلنا إفادة تتعلق المباراة المصر نحن نشوف الأستاذ وحنتواصل مع الهيئة وإحنا إن شاء الله إذا كانت الأمور كما يعني الحمد لله من هنا هذا الملف سنعلن المباراة تغلبها ستكون في أستاذ الملك فهلي إن شاء الله طيب أستاذ عبد الله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات شكرا لك أستاذ عبد الله على هذه التوضيحات